اكد رئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرسي نقاس أنستاسيادس في اتصال هاتفي بينهما على تكتيف تنسيق بشأن القضية الليبية من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلاة وتنفيذ مخرجات عملية برلين إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الشأن وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي أن الاتصال شهد تبادل رؤى ووجهات النظر حيال أمن التاقة في إطار منتدى غاز شرق المتوسط حيث أشهد رئيس القبرسي بالدور الحيوي والتقل السياسي لمصر في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة كما أكد تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في مكافحة الإرهاب مشهيدا كذلك بتجربتها الناجحة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهت وزيرة الصحة والسكان هالجايد بإطلاق سيارات القوافل العلاجية في محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مع مدير المدريات ووكلاء وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية عبر تقنية كول كونفرنس لمتابعة مستجدات الفيروس وتطورات الموقف وقد أعلنت وزارة الصحة أن فرق قطاع الطب الوقائي والرعاية الأساسية ستتولى توزيع الحقائب على المخالطين أو توصيلها منزليا أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة كما أعلنت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 6237 حالة مضيفة أنه تم تسجيل 1289 حالة إيجابية جديدة و34 حالة وفا توفي الفنان حسن حسني عن عمر ناهز 89 عاما في إحدى المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية منذ أيام وقال عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثلي عزوز عادل إنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل خلال الساعات القادمة تظاهر المئة من الأمريكيين أمام البيت الأبيض تعبيرا عن غضبهم بعد مقتل مواطن من أصل إفريقي على يد شرطي أثناء توقيفه كما شهدت مدن أمريكية عدة من بينها واشنطن ونيورك وأتلانتا احتجاجات رافضة لما وصفوه بالعنصرية هذا وقد وجهت السلطات في ولاية منيسوتا إلى الشرطية تهمة القتل غير المتعمد في حادثة أثارت غضبا شعبيا واسعا هذا ونتابع الآن لقطات مباشرة لتواصل الاحتجاجات في مدينة منيبولس بولاية منيسوتا أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء علاقة بلاده مع منظمة الصحة العالمية التي يتهمها منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد بالانحياز إلى الصين وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن واشنطن ستعيد توجيه الأموال الموجهة إلى المنظمة الدولية إلى احتياجات أخرى ملحة في مجال الصحة العامة في العالم من جهة أخرى أعلن ترامب أن الولايات المتحدة علقت دخول صينيين يشاكلون ما وصفه بالخطر المحتمل على الأمن إلى أراضيها وبدأ عملية إلغاء الإعفاءات التجارية الممنوحة لهانغانغ نهاية موجه الثامنة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل